دكتور جمال حجم الخلاف ومدى عمقه ما بين الإدارتين بايدن من جهة ده عندنا كده في الغرب وابن يمين نتنياهو في الشرب يعني أنا باعتبرها برغم طبعا هناك تباين لكن أنا باعتبرها إذا يعني كنا بنصنف على أنها خلافات فهي خلافات تكتكية أكثر من كونها خلافات جوهرية الكل يريد لديه هدف واحد بالنسبة لي في غزة على سبيل مثال نحن نتحدث عن الخلافات بشأن الأزمة في غزة الخل يريد بالفعل القضاء وتصفيت قضاء حماس أو القضاء على حماس لكن بالنسبة لي الولايات المتحدة الولايات المتحدة بطرى أن هناك ضغوطا دولية باتت الآن بتتصاعد هناك ضغوطا في الداخل الداخل من خلال الشارع الأمريكي فبالتالي هي تريد أو تريد أن تقول للإدارة الإسرائيلية أن تنجز بشكل أسرع مما هو على هذه الوتيرة يعني هذا هو في المقام الأول وإن كان بالفعل جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض تحدث وقال أننا لم نلزم إسرائيل بجدول زمن معين لإنهاء عملياتها العسكرية لكن البعض يتحدث أيضا عن مجيء جيك سولفن إلى المنطقة ويقول أنه قد حمل بعض النصائح وليس الضغوط وليس المطالب النصائح هي كلها استنتاجات لأنه لم يتحدث كل هذا استنتاجات من خلال ما كتب في بعض الصحف الأمريكية أنه جاء ليتحدث إلى بن يمين نيتنياهو ليغير تكتيكاته في العمليات الموجهة ضد غزة من خلال الضربات الشاملة المكسفة من خلال ما يسمى بالقنابل الغبية وكل هذه الأسلحة الفتاكة إلى ضربات انتقائية وإلى استخدام قوات النخبة وإستخدام العمليات الخفيفة أو لتعقب قاضة حماس أو للبحث عن الرهائن الموجودين فبالتالي قد تكون هذه هي أوجه الاختلافات بالنسبة لي في رأي الإدارة الأمريكية لكن أن نصب إلى خلافات جوهرية هذا غير وارد ولسيما اليوم فقط اليوم الولايات المتحدة صوتت في مشروع قرار تقدمت بمصر بصفاتها رئيسة المجموعة العربية في الجمعية العامة لأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية التي هي ما زالت قائمة دورة الاستثنائية ورفضت الولايات المتحدة واستخدمت تصويتا طبعا ما فيش حق فيتو لكن في الأسبوع الماضي استخدمت حق فيتو في مشروع القرارة الذي تقدمت به الإمارات بناء على طلب أيضا الأمين العام الأمم المتحدة المادة 99 فبالتالي الولايات المتحدة بترفض تماما فكرة وقف إطلاق النار ولكنها يعني هي بتنصح ما يسمى بدبلوماسية الأبواب المغلقة في العلن هي تؤيد إسرائيل في كل ما تقوم به